هسا الآن شروط السفر كانت في تلك الزمان يريد أن يقطع مسافة السفر ثمانية فراسخ يقطعها في يوم وليلة أو يقطعها في ساعة واحدة أو يقطعها في خمسة دقائق هذه لا مدخلية لها في وجوب القاصر هذا معنى أن موضوع الحكم الشرعي لا يتأثر بالزمان والمكان الشارع قال بأنه تقصر أو تقصر الصلاة إذا وقع السفر هسا وقع السفر بذا في ذلك الزمان أو وقع السفر في هذا الزمان لا فرق بينهما الشارع التفتوا جيدا الشارع قال لنا صم للرؤية وأفطر ماذا للرؤية والرؤية عرفا ماذا يعني هذه العين العادية ولهذا تجد إلى يومنا هذا عموم فقهاء الإمامية يقولون أنه الأجهزة الحديثة كافية للرؤية أو غير كافية يقولون غير كافية لا بد أن يرى بهذه العين التي بعض الأحيان حولها ترى واحد الاثنين ما يخالف مع ذلك أفضل مماذا من الأجهزة الحديثة مولانا هذا هو الموجود الموجود هذا تقول له يا بفي ذلك الزمان عندما قال الشارع صم للرؤية لم يكن هناك طريق آخر لرؤية الهلال إلا ماذا إلا عين العادية طريق آخر ما وحتى الشارع يشير إليه يقول لا 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 نحن نجمد على ظاهر النص فالنظر الحسي بالعين العادية مأخوذ على نحو الموضوعية ولا ربط للزمان والمكان والتكنولوجيا وأبدا لا علاقة له وهكذا كل الفقه من أوله إلى ماذا إلى آخره يا عزائي أعزائي بيني وبين الله الشارع عندما قال بأنه يستبرأ رحم المرأة حتى يعرف أنها حامل أو ليست بحامل افترض خمسة وأربعين يوم أو بحيضتين أو كذا في هذا الزمان بالإمكان في ثلاثة ثواني أن نستبرأ ماذا رحم المرأة يقول لا 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 الشارع قال لا يكون إلا ماذا إلا بحيضتين ونحن حتى لو قطعنا عدم وجود الجنين أيضا لا بد ما وهكذا وهكذا أعزائي كما قلت لكم من أول الفقه إلى آخر الفقه هذه الأحكام جارية وهو أن المشهور يرى أن الموضوعات مجرد عن الزمان والمكان وقعت موضوعا للحكم الشرعي ولا علاقة لنا أمثل الاقتصادية تذكروا لعزة في مسألة الربا قلنا في ذلك الزمان كان ربا أو لم يكن يقولوا نعم والشارع حرم الربا في ذلك الزمان كانت تضخم وتورم بتعبير اللغة الفارسية أو لا الجواب لم يكن مو في هذا الزمان يوجد تضخم أخيرا طلع وزير الاقتصاد والمالية الإيراني قال هذه الأرباح التي نعطيها للناس في البنوق هذه دون التضخم لأن التضخم في البلد خمسة وثلاثين إلى أربعين بالمية ونحن نعطيهم أرباح على أموالهم سنويا إش قيد؟ عشرين بالمية إذن هم دا يربحون لو دا يخسرون المساكين ها خد يخسرون بينه وبين الله إذا أخذ إنسان من البنوق ثلاثين بالمية ربح هذا الدا يربح لو دا يخسر يقول أبدا لا علاقة لنا يربح يخسر تضخم ما تضخم احنا ما عدنا شغل الشارع قال بأنه درها موربا كما هو سبعين زنيا بأمه متأتر قلص إذن القضية أعزائي لا يتبادل لذي انفد مسألة من قبيل مسألة الطهارة والنجاسة اللي تبقون فيها ست سنوات لا هذه المسألة يعني مسألة قاعدة الاشتراك ولذا بعض الأعلام أنا من سألني قال في خارج الفقه ما لك شو تقول قلت قلت أقول أبحث معهم قاعدة الاشتراك قال أخو هذا ما يحتاج لباحث هذه واضحة من المسلمات هذه هالشكل كونوا على ثقه قبل شهر مولان أو شهرين قال في الفقه ماذا تبحث قلت له أبحث قاعدة الاشتراك وأن الأحكام مشتركة بين الأزمنة أو لا قال أخو هذا بحث ما يحتاج من الضرورات المسلمة هذا بحث بحث واحد يبحث حقا لماذا لأن التصورة واقعا هذه من الضرورات الأساسية في مدرسة أهل البيت وفي اعتقادي أنها لا من النظريات اللي تحتاج إلى بحث هوي أهم من مساء الانقلاب النسبة أو أن الماء طاهر ومطاهر له فقط طاهر ليز بمطاهر هذا كهواي هذه المسألة أهم من تلك اشتركوا في القناة